السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص الحلقة الحادي عشر من أنيمي بوكو نوكوكورو ولم لم تشاهدوا الأجلسة السابقة عليكم مشاهدتها قبل مشاهدة هذا المقطع لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة بالإضافة إلى أنني سوف أضع لكم رابط في التعليقات وكذلك في الوصف لقناة ملخصات أنيمي جديدة أتمنى أن تشتركوا فيها وأهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بينا المعلمة في الفصل قالت لكل الطلاب أنه تبقى 19 يوم على المهرجان الرياضي والذي سوف يكون آخر مهرجان الرياضي لهم في المدرسة الإعدادية وفريقها السنة السابقة تعرض لهزيمة موديلة وحتى المركز الثالث وهي عازمة على الفوز هذا العام لأنهم سوف يتعاونون ويعملون بجد لأنها تريد الفوز والتباهي أمام المعلمين الآخرين لكن إشيكا وكان يقول أن هذا أمر ممل جدا لأن أكبر حدد سنوي والذي لا معنى له على وشك أن يبدأ وهو متعب جدا وفي استراحة جاء عنده أحد الطلاف الفصل وقال له هل يمكنك أن تكون فارسا يا إشيكا و هو في تلك اللحظة تفاجأ وسأله عن سبب اختياره له ليرد عليه أن السبب الأول أنه قزم والسبب الثاني أنه يتحلى بالشجاعة لكن يمضى تدخلت وقالت أنه ليس قزم ذلك الشاب نظر لهم وقال أنه كان يظن أن إشيكا ويتحلى بالشجاعة لكن يظن الآن أنه سوف يبحث عن شخص آخر وكان سوف يغادر لكن يمضى قالت أنه يتحلى بالشجاعة حقا لكن ذلك الشاب لم يكسرت وغادر بعدها إشيكا وألتقى بأضتي وحكى لها القصة ليقول أضتي أنه في المهرجان السابق في السنة الماضية كان تأدى عندما حاول أن يساعد يمضى وهو تذكر الأمر وقال أنه على ما يعتقد ذلك كان أول تفاعل مع يمضى لكن هي فجأة ظهرت أمامه وأمسكت يده وقالت له أنه في المهرجان الرياضي في العام الماضي هو تأدى بسببها وعلامة تلك الضربة لا زالت في يده حتى الآن واعتدرت منه وشكرته أيضا في تلك اللحظة رآهم أضتي وفهم القصة بينهم وأنهم أكثر من أصدقاء لهذا ذهب بسرعة عند إشيكا وقال له أن عليه أن يشارك في المهرجان القادم لكي يتواجه رجلا لرجل لكن هو كان يخجل من يمضى لهذا انسحب بسرعة وقال أنه لو كان لا يريد ذلك فلا بأس لكن إشيكا ورد عليه أنه لو كان يريد منه أن يشارك فهو سوف يشارك بالرغم من أن هذه المواجهة ليس لها أي معنى بسبب ذلك إشيكا وبدأ يتدرب ويستعيد للمهرجان لأنه ليريد الخسارة وأثناء تدربه التقى بيمضى التي أخرجت كلبها في نزهة ليسألها هو لماذا كانت تنبح قبل قليل لتقوله أنه كانت تريد أن تتحدث مع كينتارو والذي هو كلبها ليقولها هو أن عليها أن تتحدث معه فقط لكن هي تظن أنه بدون النباح ولن يفهم أي شيء ليقولها هو أنه لن يفهم أي شيء حتى لو نجحت في تقليد صوته بشكل احترافي أو تحدثت بشكل عادي بعدها سألت هل كان يتدرب من أجل المهرجان ليقولها بل العكس وأدرك أنه سوف يكون في مشكلة إذا أصبح العالم مليء بالزومبي ولم تكن لديه القوة البدنية لهذا هو يتدرب لأنه لا يعرف متى سوف ينقلب العالم وعندما يحدث ذلك يمكنك الاعتماد على نفسك فقط وهي اقتنعت بكلامه وعرضت عليه أن يتسابقوا وبدأوا في الجري معا لكن الظاهر هي التي كانت تسحب فقط مثل أي طفل صغير حتى وجد نفسه أمام منزلها لتقوله أنه في منزلها هناك بعض الأدوات الرياضية يمكن استخدامها لكي يتمرن ليجر بعدها نفسه في منزلها وولدها في العمل وولدتها أيضا في العمل لهذا هو كان متوتر بعدها هي أحضرت له أدات غامضة بالنسبة لها ليقول لها أن تلك العجلة خاصة بتمرين البطن وهي بدأت تجرب تلك العجلة وكانت صعبة جدا بعدها هو الذي جرب تلك الأدات وكان الأمر أصعب مما كان يتوقع لكن هي أحضرت الدمبل الخاص بولدها وقالت له أنه عليه أن يحاول رفع هذا الدمبل لكنه ورد عليها أنه من المستحيل أن يتمكن من رفع شيء لم تستطع يامضة بنفسها رفعه لكن هي قالت له أنه هو الآن يستعيد لمواجهة الرجل لرجل مع أدات تي بعدها هي قالت له أنه هذه أول مرة تسمع فيها مواجهة رجل لرجل وسألته لماذا قبل بذلك؟ ليقول لها لأن أدات تي صديقه وهو كان يقول مع نفسه أن السبب هو أن أدات تي يحب يامضة وهو غالبا يعرف شعور إشيك واتجاه يامضة أيضا لهذا هو أيضا لا يريد الخسارة أمامه وحاول أن يرفع الدمبل الخاص بوالد يامضة وبالفعل نجح في حمله لكن كان سوف يسقط لو لا تدخل يامضة التي أمسكت به بعدها يوم المهرجان كان يقوم كل الفصل بالرسم في وجوههم بالإضافة إلا أن كل واحد منهم يكتب اسمها على جبهته ويقوم بتغبئته بشريط أحمر لكي يخفي ذلك الاسم وبعد ذلك اجتمعوا في ساحة المدرسة من أجل خطاب الطلاب وكان الجو مليء بالغيوم كأنها سوف تمطر وإشيك واتمنى أن تمطر لكي يتم إلغاء هذا المهرجان بعدها ساعد أدتي ليسمع إشيك ومن أصدقائه أنهم رأوا أدتي يتدرب كثيرا وذلك صدمه لأنه عرف أن أدتي جاد في هذا الأمر بعدها أدتي ألقى خطاب التعهد بالروحة الريادية لتبدأ بعدها البطولة وكان أول سباق وسباق الاقتراد يجرون ويأخذون ورقة ويرون ما فيها ويطبقونه وصاحبة الاحتفالات أخذت ورقة وغيرتها وأخذت ورقة أخرى من جيبها وكان مكتوب فيها زوجين وكان عليها أن تبحث عن زوجين لكي يكملوا استباق وذهبت عند إشيك ويمدا لكن يمدا وجدت الحل وأدخلت والدها ووالدتها الاستباق وأبوها ربح استباق لكن تم استبعاد الفريق بسبب الغيش ليقول إشيك ومع نفسه أنه كان متوقع أن يحدث هذا الأمر لأنها كانت تريد أن تقوم بفخله وليمضى لكن فجأة لاحظ أدتي يتدرب بعدها السماء بدأت تمطير والمعلمين كانوا يناقشون إمكانية استكمال الصباق الفرصان أو لا لكن أدتي ذهب بسرعة للمعلمين وقال لهم أنه لا بأس يمكنهم اللعب فحسب الأداء للقلق حول تبللهم لكنهم كانوا مترددين حتى جاء إشيك والذي قال لهم أنه لا بأس يمكنهم حقا اللعب وصف ينهون هذا الصباق في لحظة واحدة وهو بالفعل بدأوا الصباق وبدأوا في القتال كل واحد منهم يريد أن يسقط الآخر حتى أنهم اعترفوا لبعضهم أدتي قال أن يمدا شخص عزيز عليه وهو أيضا يظن أن إشيك وشخص طيب ولطيف ليرد عليه وقال له أن لا يقول بأنه شخص طيب ولطيف على الرغم من أنه لا يعرف شيء عنه بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يدعي حب يمدا بهذه البساطة بالرغم من أنه لا يعرف أي شيء عنها لأن الشخص الذي حصل على السوكولاتة من مويكو وتحمس وظن أنها تحمل معنى له لا يجب أن يدعي أنه يحب يمدا ليقول أدتي أنه يعرف ذلك واستمروا في الجدال حتى سقطوا مع بعض ويمدا كانت هائفة على إشيك ومن أن يتأدى لهذا أخذهم للمشفى الخاص بالمدرسة بسرعة وأم أدتي هي التي اعتنت بهم لكن عندما جاءت يمدا أدتي غادر ولكن التقى بمويكو التي وضعت على رأسه المنشفى الخاصة بها لكن هو لاحظ بنت تدخل عند إشيك وليسألها هل هي أخت إشيك واء لكن هي كانت منزعجة منه لأنه كان سوف يتأدى ويؤذي أخوها وهو شعر بالإعجاب والخوف منها في نفس اللحظة لكن هي عندما دخلت وجدت أن يمدا معه لهذا قررت أن تتركهم لوحدهم وخرجت ويمدا أعطت إشيك واء علبة الغداء لأنها هي التي جهزت الغداء له وهو قال مع نفسه أنه سيء في المجملة ولو كان الأكل سيء سوف يظهر ذلك على وجهه لكن عندما تدوق الأكل شعر بالصدمة لأنه كان لذيذ جدا هي اقتربت من وجهه لكي ترى تعابيره أكثر لكن هو ظن أنها تريد الأكل لهذا أعطاها القليل من الأكل وهي عندما تدوقت ذلك قالت له أنها لم تكن تقصد ذلك كانت تريد أن تنظهر لوجهه فقط لكن هو عرض عليها أن تأكل معه لكن هي قالت له أن كل الأكل له لوحده هو تفاجأ وقال لها أنه ليس موقعات الصوم لكي يكل كل ذلك لوحده وهي قالت له أنها سوف تذهب لتحضر الأكل الخاص به وقبل أن تذهب قالت له أنه كان رائع في هذا اليوم في الصباق لتنتهي الحلقة 11 من الأنمي أتمنى أن ينال إعجابكم من هذا المقطع لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك